السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي من قناة اسماء كويزين اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم قعدة عقتي ولا طاولة شاي اللي كنت حضرتها للطيوفي بعد واحد العراضة اللي راح نقسمها معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي و كما راح نشوفوا معايا في هذا الفيديو حضرت قطايف على شكل فردي حضرت تاني كليسيقاغ و حضرت معجون تباسم اكيد يعني وصفة معجون تباسم راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف و ثاني كشاركت معاكم يعني سنيوات يعني تقديم ولا طريقة تقديم اللي كنت حضرتها ولكن في بعض الاخوات و كما قلت لكم في هذا الفيديو بإذن الله راح ندير معا بعض طريقة تحضير القطايف بالطريقة يعني ماشي الطريقة الجزائرية المحدة لكن بطريقة شوية اختلفة و يعني راح تعطيكم ينتخيب البرزنتاجون يعني ماشي الطريقة الجزائرية التقليدية يعني ماشي الطريقة الجزائرية التقليدية لكن اللي حضرت بهم هم الكنافة هنا خديد خليط من المكسرات خديد 3 عبارات من المكسرات معبار من السكر نضيف عليه شوية برق من القرفة يعني كما حين نشوفو حندير كمية قليلة يعني راح نتحصل على ثمانية قطايف بشكل صغير فرديين كما قلت لكم تلت كيلات مكسرات و المكسرات تاعي كنت حمصتهم آبين يعني حمصتهم شوية برق في الوفوغ حتى نستخلص هذه النوكهة البنينة من بعد رحيتهم بهادك الشكل يعني رحيتهم جوسيا حتى وانتو تاكلوا راحين تحسوا بدوك المكسرات في فمكم كيما قلت لكم 3 كيلات قطايف عفوا 3 كيلات مكسرات كيلة سكر زيت لهم غير فاولة زوج برق تاع سمن ولا تاع سبدة تكون دايبة وضيت لهم شوية برق من المظهر حتى نتحصلوا على هاد القوام يعني كيمال حشوات على البقلة ويجي مرمل نحتفظ به على جنب من بعد هنا كنت حضرت عسيلة العسل تاعم تكون من شربات عفوا من كاس سكر مع كاس ما اللي كنت خليتهم فوق النار حتى عقدوا من اللي يحب هات الشكل من بعد ما عقدوا انا نحب نضيف عليهم زوج مغارف كبار من العسل لاني ما تحبش العسل ما تضيفش العسل تدير برك شربات هاديك لكن اكد انو الشربات تاعم تكون تقيلة بهاد الشكل وإلا القطايف تاعم شاح يسران بعد ما تشربوهم راحين يجوكم مع جنين يعني راحين يجو بزاف طريين هاديك العسل راح تشمخهم والعسل التاعين خلوها تبرد تماما لانو من بعد ما يخرجوا القطايف مباشرة راحين عسلوهم بهاديك شربات ليتكون برده انا هنا على بالي الأخوات انا مرفين يحضرهم على بالهم بعض الطريقة لكن ما عليك حبيت انقدم لكم طريقتي كماشتو خديت هادوك القطايف يعني قطايف تا حسوريا مش قطايف لا زائرية دلت لهم كمية لابس بها من الزبدة انا استعملت الزبدة اليوم و لانا مارغغين كمية لابس بها من الحشوة في الوسط و لانا تستعملوا سمن كما تستعملوا خليط ما بين زبدة و سمن هذا يرجع لكم خديت هادوك يعني لمول اكب كيك الفردية نحط كمية قليلة من عجينة القطايف و نحنت اكد اني نعبز عليها و لنبس نعملها بستعمال كاز من بعد ندير كمية لابس بها من الحشوة في الوسط و نغطيها بكمية واحد اخرى من عجينة القطايف كما تستعملوا طريقة سهلة و تانيك بعد ما تقدموها سيكون بزاف شابين على طاولة التقديم حتى الواحد كيك الحبة سيكملها و يأتي بخيزنطابل فوق الطاولة كما قد لكم بعد الشكل اكد اني نعبزها من ملاح و نكمل ندل حبات كامل كما قد لكم اخذت كمية قليلة من القطايف لانه كنت حضرت القطايف و معجون تباسة و لا معجون صفرجل ندل حاجات معسلين كما يتواجد في السهراء دائما نحبو نضع حاجة معسل معلتي انا اخترت هاد التشكيلة بما انه سهلين و انا شخصي يكون عنده ندل حاجات ندل حاجات لنجهزهم بالليلة من القبل كما معجون تباسة ندل حاجات ندل حاجات مجمد مجمد سهلين و اقفلت و اقفلت مجمد و اقفلت و اقفلت ساعة و لا مجمد و اقفلت اكملت الحبيبات التاعي كامل اكد اني عاود اضغط عليهم مرة اخرى من بعدها راح نفع على وجه كل حبة ندير مغير فا كبيرة ولا كمية لبس بها من الزبدة ونديرهم يطيبوا على فرن يكون مسخن على درجة 180 درجة نطيبوهم مدة لا تقل على 35 دقيقة اضغط عليهم مرة ثانية من المهم انكم تضغط عليهم مليح كما قلت لكم اقدرتهم في الفرن مسخن على 180 درجة طابوا انا طابوا لي 41 دقيقة على بل راح نتقولوا حبيبات صغار و 40 دقيقة بزاف لكن صدقوني قد ما طيبتوهم مدة طويلة و قد ما طابوا اه يعني على درجة حرارة 180 درجة طابوا لكم الداخل و يجوكم في ماشتوا معي هنا محمرين و سخانة و لطياب الحق لهم حتى القلب انا هنا بمجرد ما خرجتهم من الفرن يعني ما زالهم هاكاك سخونين يغليوا عسلتهم مباشرة بالعسل لي ماشي بالعسل عفون بالشربات خليط من شربات واسل نعاود لكم المقادير كالسكر مع كسمة خليتهم غلاو حتى عقدول مليح من بعده هما سخونين ضفت عليهم زوج مغارف كبار من العسل و خليتهم بردوا تماما و كما قلت لكم راني نعسل هادوك القطايف تاعي مباشرة انه هما سخونين من بعد خليتهم شربوا لي لكاملة يعني من بعد ساعة نحيتهم لمول عفوا لانه دا من حيتهم مش حيني لسقو لكم في القاح و خليتهم ريحوا لي لكاملة افوالا يعني القطايف تاعي جاهزين صدقوني جاو بزاف بنان و نسيت ما قط الكمش في الشربات كنت شوية ما زهر عفوا نسيت ما قط الكمش جاو بزاف بنان يعني دوق رائع و كما شتوا هنا قدمتهم مع معجون تباسها و لو سيقاغ ما صورتوش لانه كنت حضرتو اخر دقيقة و السلام عليكم